شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيب كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقود ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيب مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رافي على المستوى المرافق لها وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسيد أحمد كوجوك وزير المالية صرح سفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أهرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معادلات التضخم مشيرا إلى ضرورة مراعات المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإرادات الموازنة ومشددا أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كهل المواطنين لا سيمة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جزب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو من جانبها أعربت السيدة جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمات الأولويات مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف لإتماني الدولية ورفع تصنيف مصر لإتماني وتزايد الاستثمارات أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفاهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الأقليمية والدولية منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطع الخاص مؤكدة اتفاق الصندوق التم مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء السيد الغالي رئيسي مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كفة حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير أليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفدين وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفدين كما وجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين ويحرص على تقديم تكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها ترجمة نانسي قنقر